موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهار الأحد 28 حزيران جون 2015 اللي بيصادف 11 رمضان 1436 للهجرة اليوم اليوم 11 يعني خلص قطعوا أول عشر تيام ومثل ما دايما منقول مدى معشر بشر يعني فعلا بيصير واحد بيحس أنه رمضان عم بيقطع بسرعة إن شاء الله يا رب بيكوننا كمان عم بيمرق عليكم بشكل مريح وبشكل سريع وبشكل دايما تكون فيه المحبة تسامح الغفران وأيضا أكيد العبادة وجمعة العائلة اليوم عالم الصباح حبيتك إطرح فيه سؤال بما أنه كتير منشوف برامج فيها مقالب وناس كتير بيعملوا مقالب حتى بيحطوا فيهم فيديوز على اليوتيوب ويوم جون رح يمرق كمان منهم بخلال حلقته هل بتحبوا تعاملوا مقالب بأصحابكم؟ في ناس بس بيخلوا هيدا المقالب لواحد نيسان اللي هو كذب التأول نيسان إنه بيقرروا يعملوا يا كذبه يا أمه يعملوا مقالب وفي ناس بيحبوا على مدار السنية يعملوا مقالب أنا للصراحة ما بحب لا أعمل مقالب بحدا ولا بحب حدا يعمل مقالب فيه لأن كتير بنقز بس في ناس بيحبوا يعملوا مقالب في ناس بيتقبلوا وفي ناس بيكرروا حدا يعمل فيهم مقالب لأنه بينقزوا وبلشوا يوصلوني هيك الأفكار وأيضا إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك أكيد طرق التواصل معنا عديدة إن كان على الفيسبوك إن كان على تويتر إن كان على انستجرام وأيضا فيكن تبعتولنا على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح صور وفيديوز لأي فقرة بعالم الصباح نعرف قديش بتسهل هالموضوع مثل ما أنتم بتشوفونا بصير نحنا كمان فينا نشوفكم ونقدر نتواصل معكم أكتر ونعطيكم أفكارنا وأرى كل الأخصائيين بيمرقوا معنا بعالم الصباح خلال كل أيام الأسبوع نهار الأحد بيكون دايما مختلف وعنده نكهة تانية وأيضا عنده أطباء بتكون مميزة مثل كل نهار مع شافية معنا بستوديو اليوم شاف عبدالله بلش العنف ضد الطعام من الصباح وحطت بالخلاط وبلش تضرب صباح الخير الغيضة ولجميع المشاهدين يعني أنت لازم تعمل في لبنان جمعية للمكانات وللأكل لأنه ضرب وتقطيع وعجن فهذه المفردات كتير منستعاملها بالمطبخ بس ما فينا أصلا لو ما بيصير هيدا الشيء ما فينا نكلهم بعض لو ما منضربهم بالخلاط مظبوط أما بخصوص سؤالك عن الضروبة مثل بنضرب لضرب أنا للصراحة ما بنفذ شخصيا بس بحب خطط في حدا بنفذ هيك هيك بنشتغل عندك منافذين أكيد أكيد أنت الرأس المدبر يعني أنا بحط التتش تعيتي بتعرفي كيف حتى ما أكون أنا بالوجه ززعل الزلمي لا بس هيدا افترق أكتر هيدا مأذي أكتر خليها محضورة لا أنا بس بدي أنا عب حب خبركم كلكم عب حذركم وإنت من بينتهم يا أيها الرأس المدبر أنه أنا بكره حدا يعمل فيه بديك تقولي لجون هيدا الشغلي هيدا جون إيه ليه ما بخبره إياه بكره ما بحب حدا ينقذني أجل الأحوال أكيد رح يكون عنا محطات عديدة من هلأ أو لغاية ساعة وحدة بيتها وقيت بيروت ورجعات كمان لعندك شفعة فضلة وخلينا نشوف بالبداية شو هني محطاتنا لليوم بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع لأبراج مع كارمن أهدم مقالب مع جون بيع يوتيوب أجمل فيديو تليبس مع جون بيع غير موجه الفنان التشكيلي نزار ظاهر بعرفنا على أجدد أعماله الفنية شو الرياضة الأنسب خلال شهر رمضان المبارك معهبة بواحد اثنين ثلاثة ديوفنا بيعرفونا على مهرجين رمضانيات بيروتية الفين وخمستعش موهبة الرأس مع جون وضيفته بجيل توب ورشة ملح مع الشيف عبدالله على جرانون لابار وما فينا نبدأ عالم صباح من دوم ما نتسبح بكارمن وأبراجنا لليوم صبحكم بالخير يوم الأحد 28 حزيران يونيو يوم الأمر مرافقنا من برش مائي برش العقرب لليوم الثاني على التوالي على جوية بعدها حلوة كتير الأبراج المائية موالية برش العقرب موالية برش السرطان وكذلك موالية برش الحوت كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل الجو مش عاطل منه سلبي يمكن بكرة أفضل من اليوم لكن هذا نهار ما بيشكي من شي يمكن تنزعج من كترة يمكن المطاليب العالم متطلبي بدهم كل شي يكون بيرفكت عندهم مطاليب زيادة سواء كانت بالمعاملات إذا اليوم عم تشتغل الأجوية صحيح متطلبة مطلوب منك أنه متعب حالك وتبعد عن المشاكل الصحية والقانونية بشكل خاص 10-11 نيسان أبريل ننتقل لأ برش الثور مولو برش الثور الجو اليوم بتحسوا أنه بعده معاكسك كل ما حكيت تكلمة بيطلع تاني بحجة أقوى من حجتك أو بتطلع لك بخبرية تانية بتشيل كل شي انت عم بتعمره الأجواء اليوم متقلبة انتبه من المواجهات الكلامية انتبه ما يصير فيه أخذوا وعطوا ويتطور الأمور أو بتتأذم الأمور بيصير فيه خلف أحسن شي إنه تكبر عقلك وتبعد عن الدخول في نقاشات مقلة طعمة ومقلة لزوم حاليا خاصة 19-20 أيار مايو منكمل مع برش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء الجو بعده نوعا ما متطلب بشغل العائلي المنزلي حتى الصحي احتمال إنه اليوم مولو برش الجوزاء ما عنده وقت فاضي ما عنده دقيقة ودقيقتين لحاله الأجواء متطلبة وبتلاقي حالك بالنتيجة إنك منهك أو تعبين جسديا وفكريا حاول إنه تنتبه لالأمور بريكات خلال ساعات النهار بتخليك ترتاح وأيضا بتخليك ماشي بشكل جيد ببرنامجك اليومي يعني بالأجاندة بيبقى المولود الأنشط نسبيا هو 2-7 حسيران يونيو ميكمل مع برش السرطان مولو برش السرطان مفروض تكون هايدي الأيام بارح واليوم يومين حلوين كتير فيهم حظوظ يومين أو هيدا نهار خليني حكي عن هيدا نهار غني ودسم بحظوظه وبلحظاته الحلوي الأجواء واعدي جدا وبيعتبره من أجمل أيام شهر حزيران يونيو وبتقدر تعود فيه عن كتير من وقت ضائع لكن إذا كنت من موليد 21-26 حزيران يونيو ضرورة تباعد عن السرعة والمجازفات كليا ننتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد الأجواء اليوم يمكن تزعجك لما تكون بقلب العائلة مع العائلة مجتمع أو ببيتك تحس حالك منرفز ومعصب وتصير تعجل وتصير بدك تلومون على أخطاء يمكن هني ملحق عليهم فيها الأجواء اليوم متقلبي صحيا عائليا وحتى البيت بتحس إنه في بعض الأعطال يلي بحاجة إلى وقتك ويمكن إلى مصريتك بالرغم من هالشي بيظل هناك حظوص حلوة عن مولود 11-15 آب أغسطس منكمل مع ورش العذراء مولود ورش العذراء أنت اليوم شخص نشيط ومجتهد كلمك كتير حلو كلمك بمحله زكي المنافسة عندك ما فيها طوقف أكتر من دقيقة دقيقتين لأنه عندك سرعة خاطر وعندك أفكار فعلا بنائة وزكية الأجواء اليوم مهمة جدا لأي منافسة ولأي اجتماع أو مفاوضات أو امتحانات موليد شهر أب أغسطس الأنشط والأوفر حظان ننتقل لبرش الميزان مولود ورش الميزان حافظ على سيئتك بنفسك هيدا أهم شيء أيضا الأموال مصدر الأموال اليوم يمكن يكون أيضا مهم وبعض موليد ورش الميزان ببلش يفكروا بمصدر رزق تاني أو بمدخول إضافة ليش لا تقدر تشتغل هالموضوع اليوم نهار جيد جدا لذلك البعض منكم عندهم خبر حلو يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 27 إلى 29 أيلول سبتمبر بنكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب نهار بيحمل نجاح بيحمل أخبار حلوة بيحمل تقدم بيحمل تطور وبيحمل أيضا خروج من مرحلة الركود والانتظار توقع أنه اليوم يصير فيه تقدم سريع بالأجواء يلي زعلتك من حوالي أربع تييم لذلك اليوم نهار نجح جدا فقط إذا كنت من مواليد 19 و 20 نوفمبر تشرين التاني كون حذر وجرب ما تتكل كتير على الحزوز منكمل مع برش القوس مغلو برش القوس اليوم هو من أضعف الأيام صحيح شهر حزيران يونيو شهر ضعيف بالنسبة لألك مزعيش معاكس لألك لكن اليوم بتوصل إلى فترة تحس حالك أنه خلص ما بقى فيك أو فضية البطارية الأجواء اليوم ضعيفة فما تراهن على الحزوز بتيتا حاول أنه تتكل على شخص آخر ينوب عنك توكله بأمور مهمة مهمة وقال له عود عائل وما تاخد أي خطوة انطر لبكرة وبعد بكرة الأقل حظة نسبيا مواليد ديسمبر منكمل مع برش القوس مغلو برش القوس مغلو برش القوس انهار حلو وجيد وداعم وبيشجعك أنك تتحرك بقوي لأنه بكرة وبعد بكرة العالمي سفر لذلك اليوم أو تنطر للأربعة والخميس لما الأمر بيكون بدر ببرشك إذن اليوم النهار بيحمل منك حركة بيحمل منك تقدم بيحمل منك رأي أو خطوة بعكس بكرة وبعد بكرة الأكثر عرضة للمعاكسات هو 21 ل 26 ديسمبر كانون الأول مكمل مع برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو كتير منكم اليوم عندهم مسئوليات فيها تكون مسئولية عائلية فيها تكون مسئولية اجتماعية وكانه انت على موعد مهم اجتماعيا أو يمكن يكون عندك أمور مهنية حلوة كتير وعائلية يمكن أحد الوالدين يكون متطلب مضيق مزعوش أو بحاجة لمساعدتك بجميع الأحوال اليوم النهار متطلب منه سهل لكن منه سلبي فحضر حالك وحاول تكون فليكسبل مرن اليوم الأوفر حظا 9-10 شباط فبراير مننتقل لبرش الحوت مولو برش الحوت تنهار بخمسة نجوم من أجمل الأيام يلي بتقدر تعتمد عليها من كل قلبك الأجواء حلوة كتير لتاخد التليفون وتبادر لتحط حالك بالسيارة لتاخد أي خطوة مهمة اليوم النهار جيد جدا لحتى تستقبل فيه شيء جديد بحياتك مولي شهر شباط فبراير الأكثر حظا بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة مهمة سنة ناشحة مفروض تكون ناشحة سنة يمكن يكون فيها تغيير إيجابي بحياتك الشخصية العائلية أيضا مهنيا ورياضيا أو من ناحية الإبداع أو أي هوبي هواي عندك هذه السنة أنت بتتميز فيها بقوة تموز يوليو نوفمبر تشرين الثاني أدار مارس سنة أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا كارمن راح أبدأ مع تعليقاتكم على الفيسبوك ديانا عم تقول أنه هي ما بتحب المقالب لأنها بتخاف من العواقب هيك عم بتقول بسمة عم بتقول بتحب وبتستمتع وبتحب تتفرج على آخر ابتكارات المقالب أنا فكرة تنسقو أنت وشاف عبدالله لأنه هو عنده كتير ابتكارات هيكت ورأس مدبر وعنده أفكار كتيرة نورس قال بصراحة أحسر ما يزعله منه بحياته لأنه في مرة عمل مقلب وزعله منه مكرميل هيك ما بقى يحب يعمل مقالب بحدا راح نتبع محطاتنا بعد دقايق أكيد بيعلم صباح جون بيكون معنا على يوتيوب خليكن معنا موسيقى